دكتور حسين أطلب منك أولا رأيا بما قاله تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي اتهم بشكل واضح وصريح إيران برفع نسبة التخصيب وأيضا التضييق على مفتشي الوكالة ومنعهم من دخول بعض المواقع بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وعلى صحيح الكريم والمشاهدين الأعزاء نعم يعني إيران هي تعلن بأنها لا تلتزم الآن بالاتفاق النووي لأن الطرف الآخر قلب بالكامل على الاتفاق النووي من هنا ما تعلنه الوكالة هي أرقام وإحصاءات تقدمها إيران أساسا لهذه الوكالة وكذلك مفتشوء الوكالة يقومون بنقل هذا الموضوع لماذا؟ لأن الطرف الآخر أي أمريكا لم يخرج من الاتفاق فقط بل فرض عقوبات قصوى ضد إيران من هنا إيران تحاول أن تضغط على الطرف الآخر من خلال رفع نسب التخصيب وكذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة وتحاول بشكل أو بآخر أن تدفع الطرف الآخر للعودة للاتفاق من هنا وضع أمريكا هو الانقلاب على قرار دولي ملزم لكل الدول وهو القرار 2231 في حين وضع إيران في وضع مختلف هي تضغط باتجاه تطبيق القرار وعودة كل الأطراف لهذا القرار الأممي ولكن لماذا الآن؟ تم الاتفاق على موعد جديد للعودة إلى فيينا في الجولة السابعة بعد أيام والآن هذه الضغوط الإيرانية تفهم على أنها رسائل سياسية لتحسين وضعها التفاوضي هل تريد إيران أن تحقق هذه الغاية من خلال الضغط على الوكالة؟ لا، ليس الطرف الآخر لإيران هو الوكالة الوكالة هي عنصر تم الاتفاق عليه بين الطرفين ليكون هو المشرف على تطبيق الاتفاق والتزام إيران بالاتفاق التزامات إيران جلها في الجانب النووي والطرف الذي يمكن أن يكون فنيا متخصصا في هذا المجال هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هنا إيران لا تتحدى الوكالة لأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 زائد واحد وليس بين إيران والوكالة الوكالة هي عنصر مشرف على تنفيذ والالتزام ولكن الطرف الآخر أمريكا لم تلتزم بالاتفاق وأوروبا أيضا لم تلتزم بالاتفاق ليس من المعقول أن تبقى إيران ملتزمة هذا أولا الموضوع الثاني الآن إيران تقول أنه في الجولة السابعة التي يجب أن تعقد بعد أيام الكل يجب أن يلتزم بالاتفاق وأن يعود للاتفاق النووي لا يمكن أن تطالب إيران بالعودة والالتزام في حين أن أمريكا لم ترفع العقوبات ولم تلتزم بما نص عليه الاتفاق النووي جميل دكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر